قبل ما نبدأ صلى على النبي وقصتنا النهاردة عن شاب واسيم لسا له تشوره ويموت فبيقابل حبيبته وينقذ من جوزه المزيف علشان يدوره على عائلته الحقيقية فلا ترى يرجعه للبعض ولا ترجع لجوزه ده لا نعرفه بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي وما تنساش اللايك وسبسكرايب وشير ويلا نبدأ الجوزه بيبدأ مع جون وقت ما كان بيخاطر بحياته علشان البنت دي واللي بيكون ضد صونغ ومن الواضح ان كواس في القتال من زمان بس صونغ كان خليه تصاب ولما بيجي يضربه بيضرب على حبيبته والحاق ده بيكون فيلم كان جوزه جيميل بتفرجه عليه وقت ما كان مرتبطين سوا وكان فرحانين كتير وبتعرفه ان قبل موتها تقول حاجة وهي بتشتم واستماية تصابت من صونغ ويتكون بتموت خلاص وهو بيبكي عليها جدا والشرطة بتوصل بروح المشفى وبيكون حزين خصوصا ان حالته خطرة جدا وبتدخل لعمليات اكتر من مرة وبيفضل حزين علشان يتصابت بسابه فنروح لجوري اللي بتكون عندها جوه يونغ اللي بترك جمه بوم وبيعترب بكل حاجة ورافض ان يمشى اصلا ومش عاوز جون يقرب منه ونويالها قدام كل الناس ويفضحها فجيميل بتكون لسا مغمى عليها وبيتم بيها وخايف عليها جدا وبيفضل معها كل يوم وجون اللي بيكون حزين ورافض يأكله مع جوري وبيكون حزين بشكل كبير ويونغ اللي بيتم بجيميل وبيقرأ لها قصص كمان وكل واحد بيكون بيعانف الحزن بتاعه جو بيفتكر كل اللي حصل وانه كان مع الحزق بتاعها بس شاف بالنه يونغ تم بيها وبيكون لسا حزين وخايف لا تموت وتسيبه ومش عارف ينام خالص فجوري بتحاول تاخده منه بس بيرفض وبيتروح ترمى عليها كل الاحزق بتاعتها دي بما انه بيحبها فنروح ليوه اللي بيكون بلغ عن سونغ ومع الخادمة وبيعرفها بكل اللي عمله وبيبادف انه اتفق مع ينغى عن اللي حصل وانه عاوز مكافئة عشان انقص حياته وعشان كده بتخليه يروح يتكلم مع عمه اللي هي بام واللي هنا بيطلعه بالعافية وبرعما كده بيروح يدخل وبيشوف تحزيرت امه اللي مش عايزاه في البيت اصلا وينغى بيكون لسا مش عارف يروح فيو بيروح يطلب من جريء اني اشتغل معها بس بترفض وبيعرفها بكل اللي حصل واني جاي ميكة هناك ومع ينغى حاليا ويروح يجري لما بيلاقي في نجوه هناك فينغى بيروح هو الان بس جون بيطلع له وبيكونوا شايفينه في كل مرة بيدخل وفي كل مرة بيطلعه على طول بناء على امر من بوم امه والخادمة بتروح عشان توصل لجاي اللي بيكون مستخبه وراها اصلا ويروح بيقرر يأكلها ويستمع بوم منعاه فجو بيكون لسا مكانه وعشان جوري تحرقه بترمي الحزاء خاصة بجاي وعشان كده بيروح يدور عليه ومش بيلاقيه عشان هو معاه اصلا وده بيفاقرها بزمانه وقت مقابلته وهو مش لاقي يأكل وبتجيبه وراها بريحة الفراخ اللي جايبها دي وبتروح تدره طعام يأكله بالفعل وبتكون هي اللي تمت بيه من طعام وعارضت عليه يأكل كل يوم وقررت انها ما عادتش هتدره طعام ببلاش وعايزه يشتغل معها لغاية ما تشوف هي بقي بالنسبة لها وهي اللي خليته يعمل خدمات دي للناس اللي عايزينها ويلوقى في الجنبه من زمان وبتاخده عشان يأكله سوا بس سوا بيكون لسا حزين وسرحان وبيفتكر وقت ما اشترى لها اللي عايزاء وكانت فرحان بيه جدا واتقربت منه علشانه كان منبوس زيها كده ويحسوا ببعض وان الحاجة اللي في الشارع ايمتها بتقل حتى لو هي كويسة وبيقر يروح عند بيت بوم اصلا فبيعد الوقت مع جيمي اللي بتحلم انها لقت حزاقها وبتكون بتحلم واللي بتشوف ده يا بوم وبترح تتأسف لها اللي حصل وبتعرفها في ان هيونغ هو العصر على انها تفضل موجودة ولازم تمشي بيدو بدل ما يحصل مشاكل علشان هي مش عايزها عدبناها في حين ان الجرية بتكون عايزها بقى كويس قبل ما قابلها فهيونغ بيعرف ان هي قبلت امه ومشت وبيروح يدور عليها وبيكونها الان كتير وبيروح الامه وقت ماكات مع الاشخاص علشان تدوموا المكونات دي وبتخلصوا بتروح تاخدوا قبل ما يفضحها فبيروحوا بتضايق عليه علشان هي مش هتخلف فازاي هتجوزها علشان عاليتهم لازم تستمر وانهم يسيبوا بعض بس هو بيرفض علشان هو بيحبها وعاوزها تكون في حياته وانه يقبل بيها علشان حتى لو مش هتخلف فده غلطته علشان هو كان بيترفض على طول وما صدق لها حد بيحبه ويقصر فيه في يوم وده بيقصر في بوم فجري بتشوفوا انه جوت اخر والحايف انه بيكون بيستحمى وبيجهز نفسه والكل بيستغرب منه وبيخلص وبيروح يلبس حاجات كويسة وبيمشي فيروح يشوف جاي وهي قعدة وبيفرح في انها موجودة وبيمشي معها وتطمن عليه فيروح يتكلم معها وتتعرفوا في ان الكل يفكر في انها مادية لو فضلت موجودة بما انهم اغنية وعايزت انها علاقاتهم هنا وهو اكيد هيكون كويس وده بيخليها حزين جدا وبيمشي وبوم بتكون بتفتكر كلام جاي في انها تسيب ابنها مش بسبب انها مش هتخلف بس لازم بتعملش ابنها باسوأ كبيرة وتعمله بحطرة مقتر وبتأثر فهو شايفة فانها مكنتش بنت وحشة وخايفة لا ينغى ما يعرفش ينسى شيء خالص فجوب يكون راحة ليونغ وبتخيل نفسه انه كان كويس وبتخيل كل اللي حصل وكل الكلام اللي كان السبب فيه وان هو وجنبي جاي بيخليها حزينة واخيرها الطعن اللي حصل لها وبيفوق جريه وبيكرر يروح يكله وبينزلها ويمشي من غيرها فيونغى بيكون قاعد حزين بس جو بيروح له وبتأسف ليكتراع اللي عمله وبيحضنه علشان هو فعلا شخص كويس وبانى عليه من اول مرة قابله فيها وما كانش عاوز ان يتأثر بخالص وعاوز يعرف هو كويس وده لسه ممتدايقة منه بس انه بيطمنه وبيعرفوا ان جاي بقت كويسة حاليا وبيجيب سيرت اهله اللي هم اغنيئ اصلا ولسه ما عرفش حياته وبيوقفه وبيتدله حزاق بتاع جاي وبيمشي ويونغى بيتأثر وبيفتكر في انها كانت عايز تلبس الحزاق ده وبيعرف انها كانت بتفكر في جو اصلا وبيروح له ايه حزينة وبيكون مرتبك يعرفها ولا لا وبيفتكر انها عارفت تعيش عشان السكينة جات في الحزاق اللي جو جابه لها اصلا وبيكون الكل في حالة حزن وبيبكي وهي بتسمع داء عشان كده جاي لسه بتحب جو اصلا فبيعد اليوم مع جاي اللي بتشوف الحزاق بتاعها وبيتفكر فيه ايه حزينة بس بتقرر تمشي من عندها يونغ فبيعد ايام وبيتروح للجورية وبتستغرب منها وبيتلاقي جو بتفكر في انه بيخونها بس بتدخل تمسكه وبتقرر في انها ببوسه والجوري بتستغرب جدا وحتى جو بس بتكون بتعضه مش ببوسه اصلا فبيفتكر زمان وقت ما قرر يسيبها يتيمشي وكان حزينة جدا ورفض ان يرجع لها من تاني بس انها بتكون بتعضه وبتحاول تضرب فيه ومستيبه خالص والجوري بتتحك عليهم فبيخلصوا وبترح تحقق معاه علشان مفاقرة في ان الجورية حبيبته ومش عارفة في انها اكبر منه بكتر اصلا وبتكون غيرانة جدا وبتحاول تخلات غير اكتر وبيمشي معاها فبترح تطمن عليها بعد ضرب ده كله وبتحاول تبرر بس بيمشي معاها وبيروح عشان يوصلها لهيونغ فهي بترفض وبترجع وشايفة في النواقات كان لقانا عليها وقت ما كانت تعبانا وهو بينكر داء علشان انه بتطمن عليها ملواش علاقة بمشاعره وببلش تخلط بين المحبة والمشاعر وهي بتقول انها رجعت عشان يلسه بتحبه اصلا وبرغم كده شايف انه حظهم وحش جدا هما مع بعض وبيكون حظهم نحسه ومش عاوزهم يتقبله تاني وبيوضحها وبيمشي ولسه مش عاوز يعرفها في انها يموت ويسيبها وهي بتفضل تبكي كتير والسامة بتمطر عليها فيروح للجوريء وبيكون ارتاح وهي بتروح تأوين عليه وشايف نفسه وحش جدا علشان واسبها وجرحها في حال انها يلغ بيكون قاعد يفكر وبيقول فان وقات الحب مش كل حاجة وبيفكر في التخلى عنها وجوه لسه بيبكو يوقف في المطر وهي حزينة ومش عارفة تصرف ازاي ولما بتكون السامة بتمطر اكتر بيقلق عليها كتير وبيروح يدور عليها في المكان وبيحاول يوصل لها وبيكون حزين عشان سابها كده وبيدور عليها وبيروح لمكانه القديم كمان وبيلاقي في انها هناك بتفعل وبيتكون بردنة وبتعرفه في انها جات عشان فكرت في ان يجي هنا وده علشان يدور عليها وبيتأثره وبيكون تاب وبيدور اصلا وبيتروح تعرفه في ان كان عندها حق في كلامها وبيبكون ما الاثنين وبيركزوا بعضه بيبوسها في النهاية وبيبسطوا بدا جدا فبيعرفوا في ان المكان ده يتهدم الاسباق الجاي وبيفتكر وقت مكانه عشين سوا وبتحضر لها ميلاده وبيروح يحضر وهو طعام وبيقدم لها الخواتم اللي زي بعض دي واللي فيهم فرقة ومتخلت عنهم وقرر يحتفظ بيهم في حد السمك واللي هي لقيتهم بالفعل وعرفت انه كان محتفظ بيهم وقرر يكون مع بعض من تاني فنروح لهيونغ اللي بيكون بينامع نفسه ومش كويس وبيكون بحتفل ببوم بما انها بتفوز بجواس كتيرة وعايز انه يصلي ويعرف اسلافهم بالاجازات ديه وبيكون كتب في انه بيشتاق جيمي كمان وده بيعصب بوم جدا والحايف انها بتكون في باله في اي حاجة اصلا وبوم بتروح له ومش بتعرف تتصرف معاه رغم انها عايزة يفوق وبتتعب من دهرها وبيتعيب يجوم معاهم بيتخيلها قدامه وعاوزا ينام ويرتاح بمن انه تعبان وبيكون مهووس بها حرفيا في حال النجوب يتم بقى ويا نايمة اصلا بس بتفوق لما بيمشي وعايزة جنبها على طول فبيروح يتكلم مع يوء اللي لسه شغال في المهام دي وبيروح للبنت دي اللي عاوزة تلاقي اخوها واسمه تشاي وده بيكون هو اصلا ومش مصدق اللي بيحصل ده وبتعرف ان اهلاها سعيبينها ومش متمين بها خالص وبتتكلم معاها بتأثر في جدا ولما بيرفو ادي ساعدها بيقطع الرقمية بتمكي وشايفة في النواحش وعشان كان بياخدها معاها على طول فجوري بتكرر تشغل جاي معاها وبتاخدها وبتغير شكلها بالفعل فبتروح تعود معاها وبيحاول يخلها كويسة ومبسوطة من ابوها وده علشان هو اللي خالها تعيش وبتمشي بتودعه وبتأثر فيه جدا فبيروح مع يوء اللي خاطط انه يقابلها اصلا وبيكون كل واحد بيقرأ عيلته بس في الاخر اما من نفس الدم وبيفكر في الشخص اللي عاوز يلاقيه واللي ممكن يكون ابوه في حين انه جاي بتشتغل مع جوريه وبتخوف البنت دي بس يوبي يجيله في ان ابوه ممكن يكون غني ويتقرب منه عادي بس بيلاقيه في انه اتأثر كتير ومعدش بتحكم في عصابه وبيمشي ومش قادر خالص ويوبي يخليه يمشي ولسه ما عارفش بمرضه ده فبيكون ماشيه وتعبان جدا ومش شايف كويس وتعبان بشكل كبير وبيحاول يقوم وبيروح بس بس بيكون ناس الرمز كمان وصعبان على نفسه وبيمكي فبيوصله وبيصخر من جوريه علشان بعد ما يساعدته بيصخر منها وبيتلم وبيدخلو وبيقر يروح يرقص علشان يا خالات تتحكوا تفك شوية فبنروح ليونغو بامو عيلته ما بيصلوا بس بيشوف جهي قدامه ومش بيركز وبيحزن فجو بيعرفهم فان المراشح التالي جاهز يكون ابوه وهو غاني جدا وبيفرح بالمالك كتير ده وبيفكروا باللي يعملوه سوا في حال انه ينغ بيكون بيصلي بس هو مش راد عن المعاملة دي والحال انه قرر يتخلى عن امه والحال انه قرر يتخلى عن امه ويسيبها ويب تهزن كتير على اصلا فهو بيعرف شين رئيس الادوية اللي غانى كتير وهم بتحمسين انهم يشوفوا ولما بيكون هيروح بيتعب من دماغه جدا وبيتكرت تروح وبيتعب وبيكون لبس بروكة بس هو بيكون تاب ويبتقلق عليه وبيتروح عطول تجري وهو بيغم عليه خالص والجزء يبقى اصل هنا فما تنسوش اللايك ويشتراك في قناة فالك جرس حلوين علشان اصل لك جزء اجاب الاخير تابعونا سلام